السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة عايزين نعرف ازاي نكتب موضوع تعبير. عايزين نحل مشكلة موضوع التعبير. عايزين ناخد الدرجة النهائية في موضوع التعبير. ايه الخطوات? ايه الطريقة? اللي اخل اللي بيصحح يديني الدرجة النهائية. ده اللي هنتعرف عليه في حلقة النهاردة. اول حاجة في موضوع التعبير لازم تقسم الموضوع لعناصر لافكار. تقسم الموضوع اربع خمس افكار. هنعرف ازاي دلوقتي نعمل الافكار. حتى لو مش بتعرف تعمل افكار. هغششك. وبعد كده ابدأ اتكلم عن الموضوع. ابدأ بقى اتكلم عن الافكار. بس قبل ما ابدأ في الموضوع لازم اجيب مقدمة. ويكون مقدمة لها علاقة بالموضوع. مش عارف خالص. اجيب رأس الموضوع اللي هم الدهالي في الامتحان اكتبها مرة تانية. اجيب مقدمة غير محفوظة. يعني ايه غير محفوظة. في حاجات بتبقى موجودة على النت. مما لا شكة فيه ان هذا الموضوع من اهم الموضوعات في حياتي والكلام المحفوظ ده. اول ما بيشوفه اللي بيصحح مش هيديك الدرجة النهائية. بعد مكتب المقدمة ابدأ بقى اتكلم عن الافكار. الموضوع نفسه. ابدأ اتكلم عن الافكار. استشهد باية او بحديث او بتشعر. اخلي بالي الاخطاء الاملائية. الاخطاء النحوية. استخدم علامات الترقيم كل ده. واكتب على هيئة فكرات. علشان اخد الدرجة كاملة. وفي الاخر خالص برضو بختم بنصيحة او بحكمة. يعني خاتمة غير محفوظة. بلاش برضو الخواتيم اللي بنجيبها من عن نت المحفوظة. اختم بحكمة. بنصيحة. لها علاقة بالموضوع اللي بتتكلم عنه. طيب عملي اعمل ازاي? الافكار? اجيب افكار مين? لو انا مش عارف اي حاجة خالص عن الافكار. هغشيشك برضو طريقة تجيب بها الافكار. في الافكار ابدأ قول شوف الموضوع اللي انت بتتكلم عنه. اللي جايبه لك في موضوع التعبير. اهمية. اهمية العلم. اهمية حب الوطن. اهمية بر الوالدين. طيب لو قل لي عن التلوس اقول له اهمية التلوس. لا قل له اضرار التلوس. يبقى اهمية او اضرار. الدين ما سابش حاجة. قول حث الدين على. حث الدين على طلب العلم. حث الدين على المحافظة على المياه. حث الدين على طاعة الوالدين. هدي فكرة. وابدأ اتكلم عنها. اللي بعد كده اثر نوات على الفرد والمجتمع. اثر العلم. اثر المحافظة على المياه. اثر طاعة الوالدين. على الفرد على الانسان والمجتمع. فكرة ابدأ اتكلم عنها. وفي طريقة تانية برضو اقدر اجيب بها الافكار. اشوف الموضوع اللي انا بتكلم عنه. واعمل له شبكة مفردات. احنا عارفين طبعا في القرائية خدنا خريطة الكلمة. اللي هو المعنى والمضاد ونوع الكلمة ونحطها في جملة. خدنا برضو شبكة المفردات كلمات لها علاقة بالكلمة. يعني لو عايز اتكلم عن العلم. اتكلم عن المدرسة. هتكلم ان العلم بيؤدي الى الجنة. اتكلم عن الجنة. هتكلم عن القراءة. هتكلم عن اثر العلم على الانسان. هتكلم عن اثر العلم على المجتمع. هتكلم عن الاجتهاد. هتكلم عن الاخلاق. لازم اخلاق طبعا ترفع من قيمة العلم. كل ده. كل دي اقدر افكار استغلها في الموضوع اللي انا بتكلم عنه. اقدر اتكلم عن الموضوع وعكسه. بيقولك اتكلم عن العلم. اتكلم عن العلم والجهل. اتكلم عن النظافة. اتكلم عن النظافة والتلوس. برضو افتح لنفسك موضوع تتكلم عنه. ابدأ اكتب. اكتب موضوع تعبير. مفيش حد بيصحح. انا بقولك هو من مدرس. مفيش مدرس بيقرأ موضوع التعبير بالكامل. مفيش حد هيقرأ صفحتين او تلاتة في الموضوع تعبير. هو بيشوف الشكل العام. بيشوف فيه مقدمة كويسة. بيشوف انت مستشه تجبت بآية او بحديث او بيت شعر. بيشوف فيه اخطاء ولا لا. بيشوف انت مش اغبط كتير ولا لا. الحاجات دي اللي بتخليه يديك الدرجة النهائية في الاخر. وبرضو حاجة مهمة. لما تيجي تكتب موضوع في نص السطر خلاص. بجي كاتب ايه الموضوع? بعد ما عملت الافكار اول حاجة. في نص السطر اكتب الموضوع. مش بكتب بقى مقدمة وخاتمة والحاجات دي. المقدمة لا دخلة في الموضوع. والخاتمة دخلة في الموضوع. لما تيجي تكتب موضوع اكتب الموضوع على هيئة فقرات. فقرة. والفقرة بتبقى مكونة من تلت اربع سطور. بس اول الفقرة اسيب هنا كده مسافة سطرين. مسافة كلمان. وابدأ اكتب الفقرة. السطر الاول هيكون ناقص حتى صغيرة كده. التلت سطور او السطرين اللي بعده من اول السطر الاخر. وابدأ الفقرة اللي بعدها. برضو هسيب حتة صغيرة كده. دي الطريقة دي بتكتب على هيئة فكرات. برضو بتخلي الشكل العام لموضوع التعبير يأهلك ان انت تاخد الدرجة النهائية. طيب احنا عارفين طبعا الكلام ده والشكل والكلام ده حلو. اطبق عملي. عايزين موضوع تعبير وانطبق عملي ونكتب موضوع تعبير. وازاي استشهد برضو موضوع الاستشهاد بقية وحديث او بيت شعرك بيبقى صعب برضو شوية. ممكن يجي لموضوع مش عارف اجيب حاجة. هناخد دلوقتي عملي ونجرب. لو جالك موضوع تعبير مثلا وقالك نهر النيل منبع الحياة لمصر. اكتب في هذا الموضوع موضحا اهمية النيل وواجبنا نحوه. لو لقيت كلمة موضحا او تحدث عن او اي حاجة زي كده في رأس الموضوع يبقى دي فكرة. يبقى دي عنصر من العناصر. اهم وضحا ايه? اهمية اول عنصر. واجبنا نحو. واجبنا نحو النيل. ادي عنصر. يبقى انا جبت الافكار جبت العناصر من غير ما اعمل حاجة خالص. اول حاجة قلنا Gentleman ايه? افكار. اجي كاتب كده الافكار. اهمية النيل موجودة اكتبها. اهمية النيل. اهمية نهر النيل لمصر او للمصريين. واجبنا نحو. واجبنا نحو نهر النيل. طبعا هنتكلم عن المحافظة على نهر النيل عدم الاسراف في مياه نهر النيل بعد كده الحاجات اللي انا غشيتها من شوية حث الدين على عدم الاسراف اثر المحافظة على مياه نهر النيل على الفرد والمجتمع اتكلم عنها يبقى انا كده عملت الافكار عايز افكار تانية عايز تزود اعمل الشبكة شبكة المفردات لها علاقة بالنيل النيل هبدأ اتكلم عن نصر اتكلم عن نيل اتكلم عن نصر هتكلم عن المياه وتوفير المياه هتكلم عن الزراعة هتكلم عن الاقتصاد وهتكلم عن الصناعة هبدأ اتكلم عن اي حاجة لا علاقة بالنيل النيل هتكلم عن السروة السماكية اسماك هنتكلم عن الزراعة ان نهر النيل بيساعدنا بينعم علينا بزراعة القطن اللي بيساعدنا بعد كده على تحسين الاقتصاد وزيادة الدخل القومي بتفتح لنفسك مجالات كتير تقدر تتكلم عنها بعد ما خلصنا الافكار مش بنكتب بقى مقدمة على طول في نص السطر اكتب الايه? الموضوع. ما تكتبش مقدمة. ايوة هعمل مقدمة بس مش هكتبها. ادخل على طلب المقدمة. هتأيي بقى مقدمة لها علاقة بنهر النيل. هتقول لي لا ما عليش انا مش عارف برضو. مش عارف اعمل مقدمة. سهلة جدا. هات راس الموضوع هي راس الموضوع اللي جاي لك في الامتحان. بيقول لك نهر النيل اكتبها زي ما هي. يبقى انت عملت مقدمة. موضوع سهل جدا. اقول له نهر النيل منبع الحياة لمصر. مهم اكتبها فوق اكتبها تاني عادي خالص. فمنه ابدأ بقى اتكلم اهو. اهمية نهر النيل. منه يشرب اول فكرة. منه يشرب الانسان والحيوان والزارع وينعم علينا بزراعة القطن. ابدأ اتكلم بقى خد فكرة فكرة وابدأ اتكلم عنها بالتفصيل. وادخل بقى في الموضوع. اتكلم عن الافكار. خلي بالك من علامات الترقيم. لو نهاية جملة. حط نقطة. لو بتكلم عن واو رفعت في حط الفصلة. حد بيقول حاجة قال كزا قبل ما يقول حط نقطتين. قبل التعليل لان اولام التعليل حط فصلة منقوطة. فاخرة السؤال حط علامة استفهام. الحاجات دي برضو داعم ان انت تاخد الدرجة الكاملة. خلي بالك برضو البعد عن الاخطاء الاملائية. ما تكتبش كلمة املائيا غلط. والنحوية. ما تكونش كلمة مرفوعة تعملها منصوبة او منصوبة تعملها مرفوع. خلي بالك برضو على قد ما تقدر من الاخطاء الاملائية والنحوية. ليه ما ناخدش درجة كاملة في التعبير. عشان الحاجات الصغيرة دي. طيب انا كتبت موضوع التعبير اهو. عايز ايه تاني? ايوة في نص الموضوع استشهد باية او بحديث او بيت شعر. بس مش هكتبله الاستشهاد اكيد. على طول هاجي داخل بالاية او حديث او بيت شعر. واعملها في سطر لوحدها. خليها باينة كده. هتقول لي طيب انا عندي مشكلة في الاستشهاد ان انا اجيب حاجة لها علاقة بالموضوع من القرآن او الحديث او الشعر. احفظ اي حاجة تكون حافظها. لو جالك مسلا عن الوطن. قل له اسلامي يا مصر انني الفيدة. ذي يدي ان مدت الدنيا يادة. سهلا. خدناها قبل كده. لو بيتكلم عن الام عن بر الوالدين. اقول قوله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. لو بتتكلم عن العلم. قل للحديث حديث الرسول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. طيب لو بتكلم عن الاخلاق. اي حاجة. والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الاخفاق. ان العلم لو ما فيش اخلاق بتحفظه هتكون نهايته الفشل. طيب لو بتكلم عن الرياضة اقول انما الصحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجبال او بيت شاعر. لو بيتكلم عن الوقت دقة قلب المرء بيت احمد شوق ده دقة قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. اي استشهاد هسيبه في سطر الوحده كده. هتقول لي طيب ده واخد نص السطر. مش مشكلة. سيبه في سطر الوحده علشان اللي بيصحح يشوف ان انت جايب اية او حديث او بيت شاعر. طيب لو بتتكلم عن الصداق اهو المرء ده حديث الرسول. المرء على دين خليله. فلينظر احدكم من يخالل. ان الانسان بيكون على دين صاحبه. اختار الصديق اللي ينفعك اللي يفيدك اللي يرشدك الى الصلاح. طيب لو بتكلم عن العمل اقول قوله تعالى ان الله هيحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لو بتكلم عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسهولة جدا هجب استشهاد هيخليني اخد الدرجة كاملة. طيب انا كده خلاص جبت الافكار عملت الموضوع وحطيت مقدمة وخليت بالي من علامات الترقيم وخليت بالي من الاخطاء الاملائية والنحوية واستشهدت باية او بحديث او بيت شعر. خلصت موضوع التعبير. في الاخر الخاتمة. برضو مش هنكتبها. اعمل خاتمة على طول. ادخل بخاتمة. طيب حضرتك يا مستر بتقول ما نعملش خاتمة محفوظة. سهلة جدا اختم بنصيحة او بحكمة. اقول له مثلا لو بتكلم عن نفس الموضوع عن نهر النيل اهو وبعد ان تحدثنا عن فضل النيل. ووجبنا نحو نهر النيل انصح. انصح زملائي بالمحافظة على مياه نهر النيل. وعدم القاء المخلفات والقاذرات. وعدم الاصراف في مياهه اتباعا لقوله تعالى. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المصرفين. وبكده احنا عملنا موضوع تعبير. بازن الله هناخد الدرجة النهائية في موضوع التعبير. وهناخد الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربية. بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. اشكركم. لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.